تعالوا بقى نروح من وزارة الاسكان لوزارة التموين قرار جديد لوزير التموين بشأن مشروع جمعيتي قرر دكتور علي المصلحي إنشاء الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين علشان يأكد على أهمية المشروع ده في المرحلة اللي جاية وما أيضا يتبعه من مراحل فتح جديدة عقب الانتهاء من المرحلة الثانية حاليا يأتي ذلك حرصة من وزارة التموين والتجارة الداخلية على مؤسسية العمل وعلى أهمية مشروع جمعيتي وبالتزامن مع قرب تنفيذ المرحلة الثانية وأيضا في ظل تزايد عدد المنافس بتوع المرحلة الأولى من مشروع جمعيتي اللي وصله إلى ما يقرب تقريبا ل3000 منفذ ومستهدف فتح 2000 كمان 2000 منفذ دانين في المرحلة الثانية وتزايد الإقبال على التقدم لهذا المشروع في ظل النجاحات اللي اتحققت بالفعل على أرض الواقع عن طريق مشروع جمعيتي بتختص هذه الوحدة المركزية بالعديد من الاختصاصات منها تلقي الطلبات الرد على استفسارات المواطنين والشكاوى إعداد تقارير والبيانات الدورية عن المشروع ومؤشرات الأداء ومتبعد سير تنفيذ المشروع وفقا للخطة والسياسة الموضوعة للمشروع اقتراح الأفكار والمبادرات التي من شأنها أيضا تطوير المشروع تتضمن تشكيل الوحدة اختيار رئيس للوحدة وعدد ثلاث أعضاء وكلهم من العاملين بوزارة التموين وبتخضع هذه الوحدة والعاملين بها للأشراف المباشر من معاون الوزير المختص بالمشروع والذي يقوم بدوره أيضا بعرض نتائج أعمالها على السياسة ترجمة نانسي قنقر